نظام الفرامل ABS يمنع توقف العجلات بشكل كامل إذا تم استخدام الفرامل فجأة أثناء القيادة على طرق زليقة قد لا يعمل النظام في الحالات التالية بطريقة صحيحة عند ضعف تماسك الإطارات بسطح الطريق في حال انزلاق السيارة نظام تعزيز الفرامل يعطي قوة إضافية في حالات التوقف المفاجئة نظام VSC يساعد على ثبات السيارة واستقرارها في المنعطفات الزلقة نظام التحكم بانحراف المقطورة يساعد على التحكم بانحراف المقطورة والتقليل من عزم تدوير المحرك في حال انحراف المقطورة تناول عجلة القيادة بإحكام وحافظ على مسار السيارة ارفع قدمك عن دواسة الوقود واخفض سرعة السيارة تدريجياً نظام TRC يساعد على الاحتفاظ بقوة الدفع ويمنع الإطارات من الدوران في مكانها أثناء القيادة على الطرق الزلقة عند الحاجة بإمكانك إيقاف الأنظمة السابقة يدوياً عن طريق الضغط على الزر لمدة ثلاث ثواني عندما تكون السيارة في حالة الوقوف في حالة سخونة الفرامل سيتم إيقاف نظام TRC تلقائياً في تلك الحالة قم بإيقاف السيارة حتى تبرد الفرامل نظام KDSS يحسن وظيفة توجيه السيارة باستخدام قطبان موازنة أجهزة التعليق نظام VGRS يساعد على ضبط دوران الإطارات بشكل منسجم مع سرعة السيارة وحركة عجلة القيادة نظام AVS يتحكم بقوة ممتصات الصدمات للعجلات الأربع صدور أصوات واهتزازات من الأنظمة السابقة أثناء عملها يعد أمراً طبيعياً ولا يدل بالضرورة على وجود خلل فيها اشتركوا في القناة